جاء قرار تعديل أسعار الديزل والكيروسين الذي أصبح ساريا المفعول منذ بداية يناير 2016 بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكومية البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم هذه الخطوة بإنشانها أن تحقق وفورات مالية تبلغ 91 مليون دينار بحريني خلال السنوات الأربع القادمة منذ ثمانينات القرن الماضي وأسعار منتوجات الديزل والكيروسين تحتفظ بأسعارها وحتى وفي ظل التقلبات الاقتصادية وتذبد بأسعار النفط العالمية لم يطر أي تغيير على أسعار هاتين السلعتين ومن يرصد أسعار الديزل والكيروسين في دول مجلس التعاون الخليجي سيجد أن مملكة البحرين حافظت على تنافسيتها خلال الأعوام الماضية وبعد أكثر من ثلاثين عاماً اتجهت مملكة البحرين اليوم إلى إعادة النظر في أسعار الديزل والكيروسين وبعد دراسات مستوفية واشتباعات مكثفة مع السلطة التشريعية خلصت إلى زيادة تسعيلة استلعتين بمقدار 20 فلساً لكل لتر خلال الأربعة أعوام القادمة ابتداء من الأول من يناير في عام 2016 مع احتفاظ الحكومة بدعمها لقطاع الصيادين والبخابز هذه الخطوة كما وصفها وزير الطاقة ستقلص من العجز في البيزانية وستوفر 91 مليون دينار بحريني نحن بالنسبة للكيروسين أقل سعر من كل الدول بالنسبة للديزل نحن ثاني أقل سعر بين دول الخليج ثالثاً سعر الكيروسين ما تغير من 1983 يعني صار له 32 سنة نفس السعر مع أن الأسعار ارتفعت في كل المحلات هنا تم كما هو يعني سعر الكيروسين كان 25 فلس في الليتر للمخابز وهذا بتم كما هو ما بيتغير ما بيتأثر بالتعديل كان في سعر ثاني اللي هو 60 فلس للصناعات والأشياء التجارية وغيرها ووقود الطائرات هذا يعني بيعدل إذا خذين الأربع سنوات وجمعناهم بعض بطريقة تراكمية بيكون 91 مليون دينار يعني خلال أربع سنوات الحكومة بتقلل 91 مليون دينار من العجز وزير المالية أكد لكاميرا مركز الأخبار أن كل تلك الإجراءات لن تمس مكتسبات المواطن البحريني مطلقا ليس لنا أي نية لمس مواطني المستوى الداخل المتوسط وما أقل بالنسبة لنا هناك كثير من الجوانب اللي ممكن تحسن دخل الحكومة وأيضا هناك جانب أساسي في الاقتصاد وهو كيف حنا نستطيع أن نضبط حجم الخدمات الحكومية هناك خدمات أساسية للحكومة وهناك خدمات ممكن تركها للقطاع الخاص ليقوم بدور أكبر فيها هذه التوازن وهو ما نطمح أن يكون نتاج لمناقشاتنا المستمرة مع السلطة التشريعية كل الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين من توجيه الدعم وتقليص المصروفات وغيرها من الإجراءات الاحترازية كان هدفها المواطن في المقام الأول من جهة والنائي باقتصاد البحرين عن مطبات الأزمة التي تشتاح العالم من أجل الأجيال القادمة من جهة أخرى سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين